موسيقى لكل السادة المتابعين الافاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احب اعرف حضراتكم انه جاري الان حجز فيديو المراجعة النهائية لمادة الماس لبريب 1 وان شاء الله فيديو المراجعة النهائية حيكون مغطي كل الافكار والمسائل المهمة اللي دايما بتيجي في الامتحان وبفضل الله هتكون مراجعة اضمن لك بيها انك ان شاء الله تجيب الدرجة النهائية اللي شايف انه محتاج فيديو المراجعة النهائية يرجى التواصل واتساب على الرقم اللي قدامكم على الشاشة علشان يسجل اسمه اهلا بكم طلابي طلاب بريب 1 في درس جديد على قناة برايفت ماس ليسونز الدرس بتاعنا النهاردة يعتبر اول درس هندرسه في فارع الاستاتيستيكس احنا الماسيماتيكس تقسم عندنا في بريب 1 لالجبرا وجيومتري وستاتيستيكس فارع الاستاتيستيكس يعتبر فارع سهل جدا ومش السنة دي بس لا السنة الجاية والسنة اللي بعدها فمش عايزكم تقلقوا مسألة الاستاتيستيكس بتبقى مسألة مضمونة وبإذن الله تخش تحلوها فارع الاستاتيستيكس بيهتم بايه؟ فارع الاستاتيستيكس بيهتم بمعرفة حالة البيانات اللي عندي او حالة الديتا اللي عندي محتاج بعض المؤشرات اللي تديني فكرة عن نوعية البيانات اللي عندي المؤشرات دي ان شاء الله هندرسها في الترمي ده في سري لسونز اللي مقرارين علينا وسري لسونز زي ما قلتلكم سهلين جدا جدا طيب يلا مع بعضين نبدأ الدرس لو انا عندي ديتا لحاجة معينة او بيانات لحاجة معينة هنلاحظ اني لها سنتر لها مركز والبيانات بتنتشر حوالين المركز ده تمام؟ يعني الديتا tend to the centering and accumulation around a certain value يعني البيانات من اي نوع بتتجمع حوالين قيمة معينة الـ value دي احنا بنسميها المين بتاع هذه البيانات او القيمة اللي في النص وبقدر اقيس بيها حاجة اسمها central tendency او درجة ميول البيانات ناحية الـ center يبقى انا الحاجة اللي عندي اللي عايزة اسها اسمها central tendency عايزين نميجر او نقيس central tendency يعني درجة ميول البيانات عن القيمة الوسطية طيب بنقيس الـ central tendency بايه؟ بتلات حاجات بالـ arithmetic mean والmedian والمود كل واحدة من دول هناخد لها درس يلا مع بعضينا نشوف تعريف الـ arithmetic mean بكل بساطة لـ arithmetic mean سهل جدا جدا بنقول ان الوسط الحسابي او القيمة الوسطية لأي مجموعة values بتـ equals ايه؟ الـ sum of these values على الـ number of these values يعني مجموع القيم على عدد القيم سهل جدا طيب يلا نطبق كده على example one علشان نعرف قد ايه؟ ان الدرس بتاعنا سهر بيقول لي هنا if the number of studying hours daily of a student in six days are six و five و six و four و seven و two يعني عدد الساعات اللي بيذكرها طالب في ستة ايام في ست ايه؟ ستة ايام كام؟ اليوم الاول ذكر ستة ساعات اليوم التاني ذكر خمس ساعات اللي بعده ستة واللي بعده four و seven و two اللي مطلوب بيقول لي what is the arithmetic mean of number of studying hours daily of this student يبقى هو في المتوسط بيذاكر قد ايه في اليوم الارثماتيك مين؟ يعني المتوسط يعني هو في المتوسط بيذاكر كام ساعة في اليوم بنحسبه ازاي؟ نجيب الصم بتاع الـ values ديت على عدد الـ values اللي هما طبعا هيكونوا six يبقى نقول كده زمين ناخد بالنا ان انا ممكن اكتب كلمة المين بدل كلمة the arithmetic mean يعني لو كتبت المين بس افهم من كده ان انا نقصد الـ arithmetic mean المين بيقوالز ايه؟ كل مرة تكتب القانون لحد ما تحفظه اول ما تحفظه خلاص حل على طول نحل على طول ازاي؟ اهو مين هي الـ values اللي عندي؟ اهو نعمل لهم سم يبقى six plus five plus six plus four plus seven plus two طيب عددهم كام؟ عددهم six طب هو لو ما كانتش قيل لي in six days اعمل ايه؟ اعدهم ادي one two three four five and six يلا نعمل لهم سم يلا six five eleven وعندي ten twenty one one nine thirty يبقى thirty divided six اللي هي كام؟ اللي هي five five ايه بقى؟ لازم اقول five ايه؟ هو بيسألني عن عدد الساعات اللي بيذكرها في اليوم يبقى نقول five hours تمام؟ يبقى هو في المتوسط بيذاكر كل يوم خمس ساعات شايفين قديت درس سهل؟ بسيط جدا ومسألته مضمونة ان شاء الله في الامتحان طيب يلا مسألت التروي find the arithmetic mean of the values ديت هل مديني عددهم؟ اه مديني عددهم اهو ادي one two three four five يبقى نكتب كده the arithmetic mean او اللي يكتب المين على طول مفيش مشكلة the arithmetic mean high equals زي ما قلتلكو نكتب القنون شوية لحد ما نحفظه sum of the values مجموع القيم على النمبر of values على عدد القيم لو كام؟ هنا هيبقى three plus the eight plus the eleven plus the four plus the nine عددهم كام؟ عددهم five يلا nine and eleven twenty وعندي four and three seven eight fifteen and twenty thirty five بيجاعت equals معانا thirty five divided the five اللي هي seven طب seven ايه؟ هل هو معرف لي البيانات دي تخص ايه؟ لا مش معرفني يبقى سيبها seven زي ما هي كده يلا نشوف example two بيقولي if the arithmetic mean of the values five and seven and x and nine is six find the value of x المسألة دي يا جماعة باعتبارها مسألة مهمة لان دايما مسألة الامتحانات بتجيلي على النوع ده من المسائل في المسألة هنا هو مديني الاريثماتيك مين؟ هو فين ده؟ بعد كلمة is هنتفق مع بعضينا المين هتلاقيه فين؟ بعد كلمة is تمام؟ قال لي هو is six با هو ده المين وبيكون عندي value الvalue دي مجهولة ها؟ هنحل المسألة دي ازاي؟ اول ما تشوف النوعية دي من المسائل تعرف على طول ان انت هتحل equation علشان كده بقول لكم لازم درس الـ equation نكون مزاكرينه كويس وبنقرف نحل equation تعالوا نشوفها نحلها ازاي؟ هنا لازم اكتب القانون اقول كده المين بيقوال الـ sum of values على النمبر of values ونعوض في القانون هو مديني المين؟ اه مدهوني بعد الـ is يبقى نكتب six equals sum of values يبقى five plus seven plus الـ x plus الـ nine عددهم كام؟ نعدهم ادي one, two, three, four او هتقول للـ six منهم لا ده الـ six دي المين يبقى عدد البيانات one, two, three, four يبقى divided the four لما بجأ حل الـ equation دي الخطوات محفوظة اودي ده كده هنا بالـ multiplication يلا six times four twenty four يبقى الـ twenty four حت equals هنا five and seven twelve plus nine twenty one يبقى twenty one plus مين plus الـ x عايز الـ x الوحدها اودي الـ twenty one هنا بالنجاتف بالنجاتف twenty one يبقى انا عندي الـ twenty four minus الـ twenty one equals الـ x يعني الـ x عندي حت equals كام حت equals سري المسألة دي خطوات الحل بتاعتها محفوظة يعني انت لو عرفت تحل ازاي المسألة دي اي مسألة تجيلك على الشكل ده هتعرف تحلها يلا نشوف الأجزامبل اللي بعد كده الأجزامبل سري بيقول لي if the arithmetic mean of the values الـ value دي ودي 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 and three is 13 يبقى الـ arithmetic mean بكام بعد الـ is تمام المين بعد الـ is المين هتلاقي بعد كلمة is طيب هو هنا طالب مين طالب الـ value بتاعت الايه طبعا عندك قيمة مجهولة في وسط البيانات يبقى علشان اجبها لازم احل اكواجن اكون اكواجن ازاي اكتب القانون اقول كده المين هي ايكوالز مجموعة هذه البيانات اللي هي البيانات دي على الـ number of values على عدد هذه البيانات وبعد كده اعمل ايه بعد ما اكتب القانون اعوض هو المين بكام المين بتدهوني بسرتين المين بعد الـ is طيب يلا السرتين دي هتكوالز معانا ايه هنا هنكبر شوي اكتب هنا 2 ايه كلام ده بلس الفاليو التانية اهيه ايه بلس السري الفاليو اللي بعديها سري ايه مينس تو الفاليو اللي بعديها 11 مينس الايه طيب ناخد بالنا بيقول لي and three ده في واحدة كمان الكلام ده هيبقى بلس السري طيب عددهم بقى كام ركزوا معايا علشان ما تغلطوش اوى حد يقول لي يا مستر عددهم هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 غلط كده غلط تماما اما للـ values فين الـ values between القمز شايفين القمز دي نعد اللي ما بينها طبعا and لكنها قمت يبقى دي كده 1 2 3 4 and 5 خلاص فهمنا عشان ما نغلطش درس المين الغلطة فيه انك بتعد البيانات غلط تغلط وتكتب في الدين ومينية الرقم غلط هيبقى وصدك المسألة يبقى هم قد ايه 1 2 3 4 5 5 values يبقى تمام نعمل ايه بعد كده ده خدنا في الالجبرا نحدد يلا الترماتر المتشابهة اللي هم مين 2A وA وعندي positive 3A وعندي negative A وعندي absolute terms اللي هي ديت 3 هتبقى مع negative 2 مع 11 مع positive 3 يبقى السيرتين عندي هت equals كام هت equals نعمل كده وإحنا بنعمل addition اتعودنا لما يكون عندي النمبر والإنفرس بتاعه اكنسلهم الاول يعني انا ببص بعيني كده شايف positive A وال negative A اشيلهم مع بعض الاول يبقى عندي 2A و3A اللي هي 5A طيب يلا نعمل addition لدول لما بيكون عندي حاجات positive وحاجات negative اخذ ال positive كله الاول يعني ما تقوليش الاول 3 minus 2 لا الاول قول كده 3 و3 6 6 11 17 minus 2 تبقى positive 15 تمام divided مين divided 5 اللي احنا عملنا في المسألة اللي فوق ال denominator جبته هنا كده بال multiplication الخطوات في المسألة دي ثابتة يبقى يلا سيرتين تايمز الفايف هات ايكوالز معانا 5A plus 15 يبقى انا عندي هنا 65 هات ايكوالز 5A plus الفتين لو مطلغبتين من الشكل ده نعمل switch لل both sides يعني نجيب السايد ده هنا ما كان السايد ده هنا يعني نعمل كده ال 5A plus الفتين equals 65 نجيب يلا الفتين هنا هنكمل هنا يعني ال 5A هات معانا 65 minus 15 يبقى ال 5A equals 50 ها اعمل ايه في ال 5A اجابها النحية التانية بال يبقى ال 5A عندي ب 50 divided 5 يعني ال 5A عندي هات equals كام هات equals تم خطوات بتاعة مسألة المين سبتة ما بتتغيرش خالص لو عرفت المسألة بتتحل ازاي اي مسألة ان شاء الله هتحلها ولازم نكون بنعرف نحل الايه الايكويجن يلا نشوف مسألة التراي ايه في ذا اريسماتيك مين اوف ذا فاليوز ديت ها عندي تروح فين مين اللي بعد ال از ال اها اللي بعد اها فور يبقى المين اللي بعد ال از هيكون فور بيقول لي هنا طالما عندي بيانات مش معروفة يبقى حنحل اكويجن ولازم لما حل المسألة دي اكتب القانون الاول اول كده المين بي ايكوالز السام اوف الفاليوز على النمبر اوف الفاليوز ونعوض بعد كده في القانون ده المين اللي بعد ال بفور تبقى الفور حت ايكوالز عندي هنا وما ننساش اللي بعد الان دي في سيفن ها دول كم فاليو ادي وان تو سري فور بنعدي دايما اللي ما بين القمز يبقى انا عندي هنا الفور الفور دي هنوديها هنا بالمالتبليكيشن فور تايمز فور سكستين يبقى سكستين حت ايكوالز هنا تبقى فور كي لو هنت لغبة نسويتش سايدز يبقى فور كي بلاس وال سكستين نوادي التول هنا بالنجاتيب يبقى انا عندي فور كي هت ايكوالز 16 ماينس التول يعني الفور كي هت ايكوالز فور يعني ال كي هت ايكوالز فور ديفايد فور اللي هي الiau الجو اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق ودفون كاش على رقم اللي قدامك وعالشاش يلا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده نجيب الاول يلا المين نقول كده المين لو حفظنا القانون نحل على طول الصم بتاع الفاليوز يبقى 5 بلاس ال8 عددهم كام عددهم 2 يعني 13 ديفايد 2 اللي هي 6 بوينت كام 6 بوينت 5 يلا نوضحهم مع النمبر لاين نخلي هنا مثلا الزيرو تدوان هنا 2 هذه 3 4 5 6 7 8 ودي 9 ودي 10 هو بيقول لي مثل التلات ارقام على خط الاعداد الات ايه 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 دي الات والفايف ايه فين بقى المين 6 بوينت 5 هنا كده دي كده 6 بوينت 5 اللي هي الايه اللي هي المين اللي احنا ملاحظينه ملاحظين ان المين جاي في النص بالزبط يعني المسافة دي كده قد المسافة دي يبقى دايما المين لأي 2 numbers لازم يكون في نص المسافة ما بينهم بالزبط تمام؟ حقولها تاني المين لأي 2 numbers لازم يكون في نص المسافة بالزبط يبقى أي نوت ذات زمين is at the middle of the distance between الفايف and الات تمام؟ طيب يبقى بواجهة عام the number that lies at the middle of the distance between two numbers is the number which represents the arithmetic mean of the two numbers يعني لو جي سألني سؤال وقال لي find the rational number that lies at the middle of the distance between the two numbers يتقول يبقى أكنه بيقول لي find دي ايه؟ يعني أكنه بيقول لي بالزبط find the arithmetic mean يعني ممكن حد يبص على المسألة دي افتكارها في يونة one لا ده هو هنا عايز الـ arithmetic mean لأن المين لأي two numbers بيكون موجود في النص ما بينهم بالزبط يبقى نحل المسألة دي ازاي؟ نقول كده the rational number is نعمل كده one over six الكلام ده plus the five over six divided two ده القانون بتاع المين اللي هي هنا one over five six يبقى six over six divided two اللي هي one over two يبقى the rational number اللي موجود في النص بالزبط is one half لو انت لسه متابعني لحد دلوقتي ومهتم بالمحتوى العلمي اللي بتقدمه القناة اتمنى ان انت تدوس like ويساعدني اكتر ان انت تسيب comment تعبر بيه عن رأيك في الفيديو وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية lesson one في يونة three زي ما انتوا شايفين الدرس تل الاريثماتيك مين درس سهل جدا 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 وان شاء الله التلت دروس سهلين والمسائل بتاعتهم في الامتحان بتكون مضمونة يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله